موجة جديدة من الصواريخ على صفرات الإنذار تدوي في مدينة كريات شمونا إصبع الجليل فعلا فعلا إذن هي الموجة الثانية هذا اليوم من صفرات الإنذار في المرة الأولى استهدفت الصواريخ منطقة الجليل الغربي ومدينة نهرية على الساحل والآن في الجهة الأخرى تماما من الحدود في المنطقة المعروفة بإصبع الجليل مدينة كريات شمونا ومحيطها تحديدا منطقة المنارة الحدودية حتى الآن بطبيعة الحال بانتظار التفاصيل هذه الدفعة الصاروخية ونحن نتابع ما يجري في الشمال نجوان كيف يتفاعل موضوع امتداد شلل الحياة في شمال إسرائيل إلى إغلاق المدارس أو عدم ذهاب الأطفال الإسرائيليين إلى المدارس؟ هي ليست المدارس فقط رولا ولكن هذا الموسم زاد المدارس هذا ما قصته أن تسوق في وسائل؟ نعم بالفعل بالفعل رولا أنا أقول أنه ليس فقط المدارس هناك شلل في قطاعات مختلفة في المناطق الشمالية فنادق تم إغلاقها أضرار اقتصادية بالغة هناك السياحة طبعا لا يوجد أي سائح ربما في إسرائيل في تلك المناطق وأيضا في إسرائيل بالعموم بسبب الحرب المتواصلة أيضا على غزة لكن عندما نستمع إلى مقابلات يتم إجراؤها مع مسؤولين عن قطاعات خاصة ربما سواء كان في قطاع الفندقة في قطاع الزراعة في قطاع الأعمال في المناطق الشمالية وبدءا من الجليل الأدنى نتحدث حتى عن منطقة طبرية بحيرة طبرية هذه المنطقة السياحية بامتياز دائما يتحدثون عن أنهم أغلقوا مرافق اقتصادية عدة تم إغلاق هذه المرافق بالكامل الشوارع في المناطق الشمالية شبه خالية عندما يتم تفعيل سفرات الإنذار كل فترة وفترة هذا يمنع الناس من حياة طبيعية رغم أن الإعلام الإسرائيلي طيلة الوقت يحاول أن يروج ويسوق إلى حياة طبيعية ومستمرة وربما هذا تماما ما كنت قد سألت عنه أن رؤساء البلديات يعلنون عن إغلاق الدراسة عن تعليق الدراسة في هذه المدارس رغم أن الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي لم تعلن عن ذلك بالأساس المخول بالإعلان عن فرض أي قيود تتعلق بالحركة تتعلق بالدراسة تتعلق بالعمل تتعلق بالسياحة تتعلق بالتجمهر حتى هي الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي هي التي تعلن عن تغيير أي إجراءات وأي قيود بهذا الخصوص وبهذا الشأن بعد هجوم يوم أمس أو بعد التصعيد الذي شهدته إسرائيل يوم أمس فإن الجبهة الداخلية لم تعلن عن أي تغييرات إذن مزيدا من سفرات الإنذار الآن في القطاع الأوسط رولا سفرات الإنذار تدوي الآن أيضا في أفيفيم ويرؤون في القطاع الأوسط بالجليل الأعلى إذن أفيفيم ويرؤون الآن سفرات الإنذار في هذه المنطقة إذن الشريط الحدودي بدءا من الجليل الغربي بداية وبعدها في منطقة القطاع الشرقي للحدود في مدينة كرياتش مونا والمنارة والآن في بلدتي أفيفيم ويرؤون هذه البلدات تقع في القطاع الأوسط للحدود تماما مقابل منطقة مارون الرأس في لبنان رولا تدوي فيها صافرات الإنذار الآن إذن هذا اليوم يبدأ بإطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الحدودية تحديدا تلك المحاذية للحدود أبي فيم ويرؤون والمناطق التي تقع في ربما الخط الثاني من هذه الحدود كما شاهدنا قبل قليل باتجاه منطقة مدينة نهرية وبلدات محيطة بها حيث تم رصد إطلاق عشرين صاروخا باتجاه هذه المناطق